الآن ظلاء راح نجي للنظرية الثانية اللي هي البنترانيشين تيروي الذي سجد كفره هاتفه ويستنفقه 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 في الترانسفير ويستنفقه في الترانسفير عنده تتقل في بيديكوه هذه النظرية راح يترس عمليات انتقال للاقال حالة هناك أنستدستية يعني حالة تغير في تغيير الوقت حيث ان هذه النظرية البنترانيشين قال أكو يصير تداخل بين أبير والقال في حالة البولد في حالة الليكويد مع حالة القاز حيث تم تجربته في حالة في خلال سيلندر خلي بيه كاربون مونوكسايد ووجد الفقاعات طبعا البولندر كان ثلاث ملي متر وجد ان فقاعات الكاربون دايوكسايد من ترتفع درس النظريات الانتقال بها من تحولت من قاز توليكويد حيث اني لاحظ ارتفاع عندما ترتفع البقاع وعطحة هناك شما مقصود انه صار عندك ديسيبليتد لكويد رجعت خلال الفيني مكان حالة الليكويد النظرية هذه تتوضح بالفقر امامك حيث ان هذه الفقر هو between y axis and percentage saturation مع x axis distance اللي هي المسافة وعطحة تتناقص عندك تزايد المسافة منخذ different time from one to 3600 الى انتي infinity لاحظ ان 3 variable هناك عندك وعندك 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 فكس له يعني قانون فكس الثاني اللي يقول قانون فكس الثاني هو اريدك تحفظه حتى لو ما عندك اسئلة عليك لانه for general information ما يقول مهندس كيميائي يتخرج ما يعرف شنو قانون فكس الثاني اللي هو بارشال c a الى بارشال t diffusivity بارشال 2 c الى y يعني تغير التركيز الى time يساوينا d a b في بارشال 2 c بارشال y تربيع اثنانا المعادلة من الدرجة الثانية 3 dimension variable عندك y c و المسافة انت لازم تحلها رياضيات تنحل بالفاينات و او ناخد ثلاث مويندر انت هسا حالها ما مطالب بي لكن الحل النهائي اللي هي الفلكس اد زمن صفر و y صفر يساوي لك c a i في حالة اكوليبريا من ناقص c a n تحت الجدر هذا الحل النهائي ان شاء الله يمكن اني يعرف اشلون احنا ندرسها بالماجسية طبعا هيا اشلون طريقة الحل النظرية الثالثة the film bentoration theory هي نظرية تداخل between the previous theories and here previous theories we can see that the previous of the film theory and bentoration theory لكن هنا this bentoration theory تداخل a theory which some of the principle and bentoration theory has been proposed by the whole of the resistance شنو فرض العالم طور في آنس من الغماني وخمسين ان كل المقاومة the whole of resistance المعدل الانتقال is regarded وتقع خلال laminar فرض ان منطقة الانتقال اللي هي تداخل between liquid and gals تكون between في حالة انه جريان laminar but the mass transfer is regarded تعتبر unistedistic process اذا هنا مشابهة الى 2 نظريتي السابق بالنظرية الاولى اللي هي film theory كان يعتبر حالة بالنظرية الثانية bentoration كان يعتبر حالة unistedistic هنان النظرية جمعة 2 principal state البرنسبل الاول انه لا منار والبرنسبل الثاني انه unistedistic not يعني change with time also it is assumed that the first service is formed as interval from fluid which is bound to form the bulk to the interface by the action of the ed current mass transfer يعني الدوامات الجارية اللي تأخذ in the intervention theory except that is resisted to the finite element واضح اقول for short time of export اذا كان المثال قصير when no one of diffusing material اذا ما كوا مادة هنا انتقلت وصلت to the side of the limit the process is indeed to that constituted in the ventilation theory في هذه الحالة تخضع الى نظرية التداخل البنتاريشي فوق prolonged period من الفترات الطويلة ون steady state regarded نفس قانون الفيكس second law بارشال CA هنا يخضع في the phenomenon التداخل just the boundary condition is different the boundary condition الحل هاي المعادلة ان تساوي صفر راس حل هاي المعادلة اعتماد على the boundary condition different from the previous boundary condition يكون في هذا الشكل ان the dynamic force CA 1 زائل 2 انها فقط المعادلة والشرح مال هاي النظريات مطلوبة المسائل على هادي النظريات ما مطلوب من عندك هنا عندك فجر الفجر امامك يوضح لك النظريات الثلاثة بالنظرية الاولى اللي هي فيلم في حال كان اكو steady state شوف السي اي عندك فيلم واحد هنا فيلم فور غاز وعندك فيلم فيه شوف السي اي نوت شون صارت الى السي اي اكوليبريم تحول من غازي النظرية الثانية النظرية الثانية مع المسافة مع المسافة مع المسافة كان يحتاج زمن طويل من 3600 أو المسافة عملية الانتشار حيث انه يزداد مع المسافة لكن في عملية التداخل لأيضاً في المسافة المسافة يعني فترة قصيرة اقصر من النظرية السابقة وصل الى حالة الكوليبريم وزمن اقل ايضاً مثل ما انت موضح نوصل من السي اي نوت الى السي اي في حالة الكوليبريم هنا نختار المسافة كلها ايض هنا احتاج فقط هذا طول ايض النظرية الرابعة رح نعتمد عليها بدراستنا بالكونفكتب لأن هذه المحاضرة الرقم 3 المحاضرة الرقم 4 ستكون كومفكتب مالس ترانسفير هذه النظرية نسميها غاز لكويد كيس حالة الغاز لكويد هنا عندك تداخل بين الغاز وايضاً هي في حالة مالس ترانسفير هنا رح ندرس حملية الانتقال الغاز من فون البولك خلال حالة الكوليبريم على اساس باسيس واحد كليش امبورتن لان باسيس يوجد تركيز الاكوليبريم على سطح الفاصل من سطح الفاصل نسميه كلمة انترفيس فالتركيز على سطح الانترفيس جداً امبورتن هنا اصلا رح نطي امتلا شادات انتتوجده it could be well aspelliit اشان يفكر امامك جداً اثني هنوه نقود انك ذات هنوه الخوط فلنقود فلنقود اثني هنوه نقود انتردد مؤسس وتفيرها ومؤسسس هل من الظلم اوحب الماضي ثانية الماضي معدل انتشار الماس ترانسفير هنا ما سيدرس سيقسم الفيلم للغاز ويقسم الفيلم للذكويت شوفوا الفيجور هنا منطقة البولك من البي اي كان الكمبوننت بولك من كان الكمبوننت بولك بي اي بولك تو بي اي اي هذه الرجن قسمها ودرسها ورح يرجع الها ماس ترانسفير كوفيشن ورح يرجع الها الفلكس وحدثة تختلف ان في حالة اللي كود في حالة الدرايفينك فورفس هنا عشان الدرايفينك فورفس كسائد هانا الدرايفينك فورس هو معدل تغير التركيز اللي تخضع لمؤادلة الفلكس لو توطل الفلكس كنا سابقا نقول سي اي وان ناقص سي اي اي تو هنا شنو قدامك بي اي بولك ناقص بي اي اي هذا في حالة غاز فيلم لكن من اطلع أطلع الفلكس في حالة اللي كود فيلم فمن هنا نبدي درايفي بفورس اي اي ماينس سي اي سب سي سب اي بولك شوفوا هنا من ال بي اي في حالة غاز انتقل لحالة اكلوبريوم ثم على اكلوبريوم بدأ المادة تتحول الى حالة سائل على سطح الانتروفيرس فمن تحول السائل بعد بيش عبوamin عليها بالسي اي اي نوب من السي اي اي السي اي اي اذا تريد جنرال اكويجين فبي اي بولك ناقص البي اي 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 ازيه المعادة قدامك طبعا مساحة الانتشار انت تقول ست انت سابقا كنا نتكلم فقط دفيوزفتي ليش هسه طبعا دفيوزفتي اوفر سيجما لان معادة نتلك سيدي فيوزفتي بارشل سي اي الى بارشل زت هنا بارشل زت انما السيجما اقصد بيه هي تغير المسافة فقط في الغاز فيلم والسيجما سابقا يل تغير المسافة فقط في الليكود فيلم فبالتالي زت اللي كنا نقول عليها زت هسه صار السيجما غاز وسيجما لكود اقصد بيه للليكود هذي هي الان نرجع نظريتني اللي هي هسه اخذت انا اربع اربع نظريات النظرية راح نعتمد عليها بايجاد الماس ترانسفير كوفيشين وبايجاد الفلكس في حالة الكونباكشن يعني هسه ندرس احنا كونباكتب ماس ترانسفير هنا في حالة الكونباكتب ماس ترانسفير في حالة الكونباكتب ماس ترانسفير هنا راح نعتمد علي اخر نظرية غاز الكود فيلم راح نعتمد ان اكو سطح فاصل بتوين الغاز فيلم عن الليكود فيلم ورح نخضع الى انه وجد في التركيز هذا الشيب قدامك البي اي في حالة الكونباكت تحول الى باي اي 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 اذا مثل ما موضح سابقا نكتب معادلة الريت اوف ماس ترانسفير لكل اريا فور غاز فيلم ان سب اي جي معناته الفلكس اور ماس ترانسفير بير يونت اريا تو دا غاز فيلم جي اقصد بها القاز يساويلي دفيوزفتي سب اي بانتقال المادة من الى البي سب جي معناته فور غاز اوفر زت مسافة الغاز اللي هي نفسها قبل شوية قدنا عليها السجما غاز في ار تي لانهي سي الى ار تي فبهي البي اي ناقص بي اي اي الان الفلكس في حالة الليكود دفيوزفتي سب اي اوفر زت سب اي اي ناقص سي اي اوفر شنو المسافة زت سب اي اذا ففرض ان الدفيوزفتي تساويلي دفيوزفتي للليكود ان ان الفلكس في حالة الغاز اذا اقصد اكو سب جي ما مكتوب تكتبوه ان الان سب اي جي يساوينا الفلكس في حالة الليكود فان القول سلزة فيلم تكنس لكن المسافة للسب جي ان زت are difficult to be found رح نعتمد على ان الفلكس اذا افرضت في حالة الغاز تساوينا في حالة الليكود لكن الزت سب جي والسلزفة اي ما افرض هي الساويات الدفيوزفتي ممكن متساويات اذا رح اقبر بدال دفيوزفتي اوبر زت سب جي على ار تي مقداري ما يسمونا كي جي اللي هو كي سب جي اعبر علي هذا المقدار كي سب جي ماس تراسفير كوفيشن بيست اون قادس فيسل نرجع نكتب المقادلة ان اي بعد ما اكتب جي لوليكود ان قدم الساويات يساوينا كي سب جي بي اي ناقص بي اي غاية خواهي رانا طلاب درستهم ومشينا بالمادة وحلينا اسئلة فيديوهم مسألتهم قلت لهم شنو كي احنا طبعا هسا ندخل ديب نو موجود الماس تراسفير احنا هذا الكي سب جي احنا اخذه المعادلات نوجده واشتقاقات وانحليه فيديوهم الايام قلت لهم شنو الكي سب جي قالوا لي هو الماس تراسفير بس انكاز فايزز قلت لهم اين جبناه باللاب بناه جبناه من نسب جبناه من ديفيوزفتي اوبر المسافة في ار تي الكي سب اير هو ديفيوزفتي اوبر زت سب اير عبرناه فاكتر الثاني هذا في حالة اللي كود في اللي كود من يبدي درائمي فورث سي اي اي ناقل سي اي بط البي اي اي ديفيوزفتي او ماجر فحاقيسهم يقول ويدفين the overall mass transfer coefficient اهناني المحاضرة رح اشرحها والمحاضرة الجاي رح انزل اشتقاقات عليه صار واضح اسرح اشرح لكيه وحننزل اشتقاقات عليه الكي سب جي والكي سب اير يقول difficult to measure فنقبل بدلالة overall mass transfer ال overall mass transfer based on god's faces named us كي سب او جي بي اي ناقص بي اي بارشا بي اي ناقص بي اي بارشا ياخدوا overall ازين اذا خدت overall mass transfer based on liquid faces رح اقبغ عليه كي سب او اير سي اي بولك ناقص سي اي يعني ما يقسم هم النار اللي هنا من الكوليبير من الكوليبير من الكوليبير من الكوليبير للكود رح يقول رأس من الغاز لللكود كلها المسافة ام سريقك هنانا ديفينشن to the overall سمبل كي سب اير كي سب جي كي overall mass transfer هو يو انت تركوا يا فديو موينة aur INV ن mains transfer طبع بجي كو بلس اكو جدول في علاقات بين alternatives ووووو للم So Matt ارامي الموينة وانتت طوح تبقى على وجد الموينة مهم كل شيء. غاز فيسيز under dilute or e-cumular counter diffusion الآن نحن نوجع نكتب المعادلات يقول في حالة الغاز وفي حالة e-cumular counter diffusion الماس التانسفير ريت يقول كي يسرب جي باي بونك ناقص باي آل خليت الاسلاش هذا الدي نونت الإشارة وغيرة مهمة تدل على إن الحالة e-cumular counter diffusion إذا شلتها معناتها الحالة non-accumular counter diffusion في حالة stagnant layer الفلكس يساوينا كي يجيب دونها بقولها هنا أنا ما أقولين في حالة stagnant نفس المعادلة إذا كتبتها بدلالة mole fraction المole fraction من أجيبه تعرف أن ال-Y يساوي لي B على B total فبدأ لل-BA bulk هقول YA bulk على ال-B total BAI YAI على ال-B total تطلع ال-B total عام المشترك وصارت المعادلة K sub G على B total هذا المقدار هو K slash G على B total رح أسمي K sub Y إذن شنو هو K sub Y هو mass transfer coefficient based on gas spaces expressed by mole fraction أو in term of mole fraction شي يساوي لك يساوي لك K sub G over B total YA bulk ناقص ال-Y sub AR هذا في حالة في حالة يمتي إذا أكو slash في حالة قلنا accumular count or diffusion إذا حالة الاستاغنت ما كل بslash يصير المعادلة كما في معادلة 155 هس المعادلة واحد يقل لي شنو المختلفة من المحاضرات للمحاضر الأولى للثاني هذي جنا نوجد في حالة molecular diffusion هناك في حالة تغير سرعة الآن جاي ناخذ mass طلعت منها علاقة relation على مد أوجد mass transfer coefficient هذه معادلة 154 و 155 تكتبوني إذا سحبتم المحاضرة for gas faces المحاضرة لنفسها أشتغلها إذا أريد for liquid faces في حالة liquid faces أعبر بدلا K sub G K sub L K sub L slash for a cumulative counter diffusion بدون L for a cumulative counter diffusion over C total XI نقص X able لن يشنه نعم عبر بدلات C I بما أن أول X يساون C A إلى C total عبرتها إذن طلعت بدلات المالفلكشن طلعت C total عام مشتغل إذن us كملاقص total flux في حالة الكون أربع معادلة اثنين منهم للغاز واثنين منهم للغود للغاز عندك في حالة accumula counter diffusion في حالة الساعد وللغود كذلك هذول الأربعة أعبرهم بطريقة يانية أما بطريقة concentration والضغوط أو بطريقة المالفلكشن Y في حالة الغاز والX في حالة اللغود there are some relation between these coefficients توجد relationship between these various mass coefficients إذا نقول توجد علاقات متداخلة أو اشتقاقات فحول هذه العلاقة أنت قلت لك يا أمة ما يريد يقبل المحاضرة كيف يرح لي في كتاب G-Coblis أكو جدول أكو اشتقاقات يشتق بإيده مثل ما هو ايد كتاب G-Coblis أو يتبع محاضراتي واشتقاقاتي وهم مطلوب من الجدول يقول طبعا كتبت أنا هاي أربع معادلات كملخص للشوح السابق أن الفلكس يساوي ناقص B-A-I في حالة الغاز والفلكس يساوي ناقص C-A-I في حالة الليكويد هاي بيس عن شنو بيس عن غاز لكويد ثيري نظرية الغاز لكويد ثيري إذا الفلكس يساوي لك ماس ترانسفر كوفيشين بيس عن غاز فيس إذا ما اشتغل على B-A ناقص B-A على الانتغ فيه سيقول B-A ناقص B-A بولك اللي هي فوكا سلاح سلاح معنات معادلات لا تقلنا يمتلك over all ماس ترانسفر كوفيشين اللي من ناقص إلى هنا اعتبرها كله وموجودة نفي سفحات اللي كويد ماس وها او اسميها كي سب اك كما ماس 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 ترانسفر و between the individual mass transfer coefficient and overall mass transfer based on سواء gas faces or the cool faces. A relation between them. معادلة خمسة معادلة ستة. A relation الأول يقول إن واحد على overall based on gas faces يساوي لك واحد على كيسب جي زائد ثابت هنري على كيسب إير. A relation الثاني واحد over k-o-l في حاطة overall based on gas faces يساوي لك واحد على ثابت هنري في كيسب جي زائد واحد على كيسب إير. إذن هذا من يجد المعادلات. يجد من معادلات خطية رح أرسمها إليك وحملها بالفيديو الآخر.